تتواصل الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات العمالية في مختلف المدن الايرانية احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي وتراجع سعر صرف العملة الايرانية لمستويات قياسية وفي العاصمة طهران ادت الاحتجاجات العارمة الى شل الحركة التجارية في الاسواق الرئيسية ورفع المحتجون شعارات تطالب باصلاح الوضع الاقتصادي وتنحي المرشد الاعلى الذي تسببت سياسته بارتفاع نسب الفقر والبطالة لدى الشعب كما خرج اهالي المعتقلين بمظاهرة انضم اليها الاف المواطنين طالبوا السلطات الايرانية بالافراج عن ابنائهم والكشف عن ماكن اعتقالهم واتبع النظام الايراني اجراءات قمعية وتعصفية بحق المحتجين منذ المرحلة الاولى من الاحتجاجات في اواخر العام المنصرم وتطالب المنظمات الحقوقية ايران بالافراج الفوري عن المعتقلين ووقف ممارسات القمع والتعذيب ضدهم